اشتركوا في القناة احمد ديدات وهو الذي يقيم تلك المناظرات المشهودة ويحضرها المئات مئات الالاف شمخطرات في الهند وفي ماليزيا وفي اندوليسيا وفي كل مكان ويقوم هؤلاء النصارى والهندوس وعباد البقر لإثارة الشبهات ويجيب وتجده مولما بالكتب السماوية السابقة يحفظها كما تشرب أنت أيها الضمآن الماء يعرفها أكثر من معرفة القساوس لها ويأتيه بالإصحاح وعدده والصفحة والنوعية والمعنى وكل شيء وإذا بالآلاف يدخلون إلى الإسلام حتى قال فيه شيخه وقد شل أحمد ديداد في آخر زيارة إلا قبل الموت رأيته في قال له أنت أنت الآن يعني أصبحت أكثر حكمة وأكثر علم وأكثر فطانة مني ولعل الله تعالى يسر لك لتستمر هذه الحركة إلى ما لا نهاية وقد كان هكذا قال شيخه فيه فراسة شيخه فيه والمؤمن ينظر بنور الله وكان لكن مؤخرا استشعرت جبهة النصارى واليهود والعلمانيين والهندوس لأنه هو هند مسلم مش حال جاهدوا المسلمين عن الهند واليوم رأم يقتلوا فيهم من دخلت بريطانيا خرجوهم عدنا 130 مليون في الهند بتاع المسلمين كيهدوا لهم المساجن وكلش الله 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 واش حالنا الحضارة كبيرة إسلامية في الهند فإذا بالهند تصدر زاد قرارا لتسليمه إليها بتهمة الإرهاب آش من إرهاب عنده غير لسان وإذا بالعنتربول الدولي يصدر أمرا ومذكرة بالقبض على ذاكر نايك الله 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 يا حدش يش در هذا ذاكر نايك ما تهمتك يا ذاكر وأنت تذاكر ربك وتذكر الناس بربك ما هي تهمتك تحدث في كلمة الله وهو في ماليزيا على أن في ماليزيا الكثير من هذه لأرقيات ومنها الصينيين الصين سيحتاجون سيشتاحون وهؤلاء يحصلون تمام أعلاما على حقوقهم كاملة هم اللي مذفنوا ومن لدن الصناعة لم يمنحهم المسلمون لدينهم في أن يحصلوا على حريتهم في المجال الاقتصادي في مجال التعبير في مجال يكون شيء هم وإخواننا المسلمون في الأغور لأنه واحد السؤال التي تعطلوا وإخوان المسلمين في الأغور لا يحصلوا عليها شيء هم فإذا بالمذكرة ثم غاض الجبهة الصهيونية الصليبية الشيوعية الشيعية غاضهم أنه مقنع ومفحم مفحم مفحم لهؤلاء يصحح عقيدة الناس عقيدة الثلاث العقيدة والكوفي والهنود وكذلك وش تعالوا وش حال من الهند اللي يسلم وذو كل دول من القرش وش حال سلم واحد يسلم على الدول أصبح يهددهم خاصة الهند الهند اللي هو هندي هم فأصبح مطلوب رقم واحد الآن لا يستطيع الخروج من تلك الأرض وماليزيا التي يوجد فيها الآن الرئيس تحمه هاتير محمد عنده أكثر من 90 سنة وهو الذي قاد هذه الدولة من الفقر إلى الغناء ومن الضعف إلى القوة هذا الذي قام هناك بثورة ثورة أخرج ماليزيا من الفقر ودفعها إلى الدول العشرين الأوائل الاقتصادية أنا الثالثة في آسيا الرابعة في آسيا مور الصين واليابان والهند أنا الرابعة ماليزيا الرابعة إذا بالصين تضغط والهند تضغط شو شو مسكي هذا الحكمت على المسلمين اللي مزيانين شو شو الحكمت على المسلمين فتحت الضغط ولأنه ستكون هناك آثار وخيمة على ماليزيا ككل إذ طر لكي يستجيب يستجيب هذا الحكمت تستجيب لهذه الضغطات لأنهم كيدوروا له شيء تخريجها لتسليمه أو من أرس هكذا هو العلماء ولذلك نقول لذاكرناي ثباتا كثبات الجبال وصبرا كصبر الجبال الرواصي هذه ضريبة الدعوة إلى الله وضريبة القدوة الخيرة في زمان لا يقبلون مثل هذه القدوات ونحن نتكلم عن القدوات خلق أن تتم ودنيا فانية ورحنا رحلين كاملين فرحل ورأسك مرفوع لأنك تعلم الناس الدين ما أهد عنك أبدا أنك حملت سكينا ولا حاورت بغير اللسان سيفك المصلة الحاد الذي يقطع دابر الباطل من أصله فجزاك الله خيرا لا نستطيع أن نفعل لك أي شيء نحن كالشعوب الإسلامية لا تطلب منا شيئا فنحن لحد الآن لسنا مستقلين همونا كثيرة نحن نذبح في سوريا ونذبح في العراق ونذبح في اليمن ونذبح في السودان ونذبح في كل مكان لا تنتظر منا شيئا نحن أنت تعلموا حال هذه الشعوب لكن لماذا لم نرى أي دولة تزعم أنها مسلمة تستقبلك أين قطر أين تركيا وتركيا إذن إذا ذهب إلى قطر أو تركيا سيسلم لأن مذكرة الأنترطول ولا يمكن أن يخرجوا عن الإرادة الدولية زين لما يمكن أن يمارس عليهم من عدوان في ظل وجود أمة مسلمة ممزقة ممزقة فلا بد أن تكون أنت كمش الفداء وقد جربنا هذا على مستويات دنيا لأنه يكون شيء وعد يقول الحق أحتوى وعد ما يقف معك التخوك والله ما يقف معك التخوك ما يقف معك اللي معك في الضار دي لا يقف معك في العدم جدوله ولذلك الإنسان عرف هذا فلا بد إذن إذا أردت إن شاء الله منزلة الصديقين إلا أن تفوض أمرك إلى الله وأن تقول وأنت قارئ للقرآن قارئ جيد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن إن شاء الله أصبر أريد أن أصبر بغيرت ندير هذه الكلمة عرفانا لقدوة من قدواتنا في هذا الزمان ما عندي ما ندير لك ما عنا ما ندير لك لكن نذكر لك ونعرفه بقضية كلي ما عندوش الخبر الآن ما يقدر يتكلم ممنوع ممنوع باش من الحديث ممنوع مناش من ندوات ممنوع مناش من تصريحات ممنوع مناش ووو ووو تتناقش وتتحاور بينها في كيفية تعامل معه لمن يعطيه ولممن يسلمه ولمن كان نسأل الله أن ينجيك ويجعل هذا بردن وسلام عليك آمين آمين كمسر لك سيدنا موسى بن البحر وسيدنا ابراهيم من النهر يا رب يا رب